هنبدأ مع بعض الأسئلة بتاعك شابتر 4 لسنتو كيدني أند لكر أي ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة عندنا قايمة تشغيل فيها شرح كل الدروس وقايمة تانية فيها حل كل أسئلة معاصر نبتدي مع بعض Which of the long is correct about the kidneys إيه الجملة الصحة about the kidney طيب هل هي Longer rabbits لا الرابط من the high vertebrate بتبقى compact مش طويلة البديل غلط القملة غلط More compact في الفروج لا في الفروج بتبقى long and thin طويلة ورفياعز دفس زي المنظر ده Extended along the two sides of the vertebral column in salamander أيوة ممتدة على جنبين ال vertebral column العمود الفقري موجودة في the lower part of the abdomen cavity لا هي في the higher part أو the upper part الجزء العلو بتاع ال abdomen الكافتة ال opposite figure بيمثل the urinary system بتاعة ال vertebrate موجودة في the horse لا long and thin موجودة في the lower vertebrate زي الفروج وال salamander وال fish monkey لا الفروج الرابط غلط هما اللي الهورس وال monky والرابط زينا احنا بتبقى compact كده عاملة زي البين ووشف سفلونج Extended between Cortex and the medall مين البين المد ما بين Cortex and the medall الفيرستو كويلد لأ طبعا الفيرستو كويلد دي موجودة فين؟ في الكورتيكس يبقى دي غلط سكند كويلد تبيول موجودة في الكورتيكس موجودة في الميدالة موجودة في الكورتيكس وفي الميدالة مش من الكمبونيмент اتي بتاعها النيفريك تبيول طب النفريك تبيول كد بتبتدي ازايmir بل بومنز كابسول لوبوفانيل وبتوصل في الاخر المين هنا الجملونلس لا ده في تفرات من لكن دي طابعة النفرون دي طابعة النفريكتبيول هده شكل النفريكتبيول بومانด كابسول لوبوفانيل بومان كابسول ولوبيو في ave diplomatic اللحن الأتقال في جملة صح تخص الض кабسول الض 읽 هما الاثنين موجودين في الميدالة ، غلقة هما الاثنين يسعى الان التي تستخدمون الفرص وهاما سأعمل سعى العادة الْصا�د يسعى الى الرحمة اعتقدونNThesING الـBoumons tutti الركاب بالinspite كيف Space F延 بنغير دجل بنغير لو選 بتفتحه كيف ترى في الكدني بلفس الكورتيكس والميضالة غلط نشوف شكلها زي ما شايفين شكلها كده الكوليكتنج تبيقول بتفتح هنا في البلفس اهي في البلفس هنا الكوليكتنج دقتي بلفس اهو والبلفس اهو ده المنزل اللونجتي تونال المنزل اللي بيحصلوش فلتريشن اللي بيحصلو فلتريشن ويترشح هو الجلوكوز والسولتس بتترشح والووتر والنيتروجين السوست العمانو اسد بتقعد برا هي والبلوت سيلز لانها لارجين سايز مش بتعرف تعد وتشوف زفالونج البلود انتر وبيدخل في اكسجينيت البلود كدني بلفس لا لوبوفينيل لا كدني ميضالة لا بومانز كابسول الدم بيدخلها وبيطلع اكسجينيت البلود عادي لكن اللوبوفينيل بيبقى ماسك فيها الفين هيطلع فصولة فين دي اكسجينيت وتشوف زفالونج بوسز والكدني ميضالة فيها اللوبوفينيل وتشوف البلوز بيدخل فيها الارتر وبيطلع من هالفين وتشوف زفالونج بوسز تو بومانز كابسول اللي بيعدل بومانز كابسول فيتامين سي بيعدل بيدخل في المومانز كابسول الفيبرينوجين مش بتخل ده بروتين والهيمو جلوبيل والسيروكسين بروتينات large in size which of the following represent the amount of protein in the renal artery to their in the renal vein in healthy person مادم healthy person يبقى كمية البروتين اللي في الرينال الارتري هي هي اللي في الرينال في يبقى تبقى ايكوال اهي ايكوال سؤال 11 on examining a urine sample of a person هنلاقي نسبة البيومن هو ان الطبيعة عندي ميبقاش فيه البيومن الالبيومن ده بروتين ليه يبقى فيه مشكلة حصلت في البومانز كابسول اثناء الفلتريشن المفروض البروتين ما بيعديش طيب معنى ان هو عدد معناها high efficiency غلق معناها حصل disturbance في البومانز كابسول طبعا لان لو مفيش مشكلة فيها مكان الالبيومن مش هيقدر يدخل اصفا شرط نشق في نفريك تبيول ان نفريك تبيول مالهاش دعوة لان دي لها دعوة بالري ابزوربشن مش الفلتريشن 12 which is the following reference part الدستربانس لما يحصل فيها failure للفلتريشن الفلتريشن بيحصل في البومانز كابسول دي مالهاش دعوة دي الري ابزوربشن ولا دي الري ابزوربشن ودي بتجمع يولي. ان ذا اوزت فيجر. اتويتش بارت طب نقول الفجرز دي المرسو اكسيد امين دي البومانز كابسول واي ساكند قويل دي بيو زت الفين اللو بوفين اللو بوفين الاتش كولكتنج دق مين اعلى نسبة غلوكوز موجودة اكيد زت ليه زت عشان انا جمعت عملت ليه ابزوربشن للغلوكوز ورجع ودي هنا على الرينا الفين. مين مش آآ في النورمال كومبوزيشن? في النورمال كومبوزيشن مين اللي مش موجود في اكس? اكسه كان بيدخل فيها ايه هنا بيترشح? كان بيدخل آآ الرينا الفلتريات عمر عن يوريا ووتر اكسس سولز نيتروجيناس ويست يبقى دي عادي كانت موجودة ودي بتبقى موجودة ودي موجودة. اللي هي موجلوبين مش موجود لان ده بروتين كبير ما بيدخلش. اعلى نسبة املاح طبعا اللي هتدخل هنا في الكوليكتينج دقت. اللي هتتجمع في اليوريا. which of the following parts contain a fluid that equivalent to the blood بلازمة من غير some proteins X طبعا. فيها مكونات بلازمة لكن مفاش الايه البروتين. which of the following are related to each اثر? في حاجات ليه علاقوا بعضها طيب. الساكند وكولد تبيول of nephron. والconcentration of protein. مالهاش دعوه. الساكند وكولد بتعمل الريق absorption للجوليكوز للوطا للسوط. مالهاش دعوه بتركيز البروتين في البلد. البومنز كابسول والجوليكوز ليفل. مالهاش دعوه دي بترشح الجوليكوز وخلاص. مالهاش دعوه بالريق ابزور مش بتاعته الجوليكوز ولا اي حاجة. فلتريشن وخلاص. اكل الكاربويدريت واليوريا. اليوريا دي بتتجمع من نتيجة تكسير البروتين الامينو اسيد يتفعل مع الكاربون داوكسايد. ويكونوا ايه اه يحصل اه الامونيا مع الكاربون داوكسايد يديني يوريا. يبقى دي نتيجة اكل البروتين. طيب. النفريكتوبيول وثبات الووتر برسنتج ايه طبعا. لان النفريكتوبيول هي اللي بترجع الووتر اللي انا محتاجه في الجسم بتاعي. بتحافظ على ثبات نسبة الماء في الدم. افينو زاد. جوليكوز موليكيولز. زاد تري ابزور بالتوزة بلد. بفور زارينا الفلتريت قبل ما يوصل اللوبو فانر. يبقى حصلوا ري ابزور بشن قبل ما يوصل اللوبو فانر. يعني في الفرست كويلد تبيول. ا42 ان في沒توكوندية اكيد الميتوكوندية كانت كتيرها في بيول خليت لكل جوليكوز ريarı ابزور بشن قبل ما يوصل لوبو فانر. يبقى هي بالجولي ابانوندن طبعا في 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 البومن كابسول? لا البومن اللي هاش دعوه. في البومن البومن بيحصل فيها قبل ما يوصله. ولا كتيره في البومن ولا في الفرست? لا كتيرة في الفرست. لان هي بيقول لك حصلها لها قبل ما توصل لللوموفاني اللي يعني في الفرست قيلت. زا اوبز التابل. شو زا كومبوزيشن اف افلاود. انزا بغضي اف اهلس بيرت. يبقى ده شخص هلسي. شخص هلسي يعني اليولم بتاعه تمام ولا فيه بولكوز ولا بروتين ولا عمي نقص درعية. طيب. ايه اللي كود السائل ده? سائل ولا عنده امين واسد ولا بولكوز ولا بروتين فيه صلص ويوريا ده اكيد يورين. طيب. ويورين بتاعت واحد هلسي. طيب اليورين موجود فين في الشكل ده? في ال 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 هنا. اليوريتر. داخل على اليوريتر هنا على البلادر. الاكس والزت. ده رينال ارتر ورينال فين. طبعا فيهم عادي امين واسد وجلوكوز. بروتين عادي. زا فولونج تابل. نقلو. الاستريت سام كمبوننس اوف يورين فور فور بيبل. نفس ال ايج والويت. في اوغاست اوغاست في الحرب. طبعا عايزين نركز معلومة مهمة. في السمر او في الصيف. السويت بيزيد. العرق بيزيد. واليورين بيقل. يعني كالاكل فيه بروتين. ايه اللي هيحصل بقى? طب نمشي واحدة دقا. النسبة اليوريا في اليورين طبعا بتزيد. طبعا. عالية ليه? عشان خاطر هو واكل. لجيوم. كمية الووتر في اليورين بتقل لان احنا في الصيفة وبيطلع الووتر من اللي سويت. طبعا. بسيط. 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 الايس. إن أورفاض. بسيط. وفور بسيط. مين اللي فيه فيتامين في الكمبونت؟ جوز؟ لا. جوز دا بيحول الفيس مالسفايد فايز يورين آو hack. فيتامين سي لاو زياد. فيسز. الفيتامين سي مش بيدخل في ال.. مش في الفيسز. اكسهل دي ارلا فيها كاربون ديوكسايد و ايتش تقف في صورة وطر فيه يبقى الصولس الزيادة بتطلع في اليورين وشوف زفو لنجي الاستريت الافكت او في تشينج انز اتموسفيرك تمبراتشور ايكس انزالية اوف يورين اكس اتركشن فور هيلسي بيرسون اوه ما عملش اي مقود طيب احنا عارفين كل ما التمبراتشور زادت كل ما اليورين قل كل ما الدونية ساعة او قرد اليورين بيزيد يبقى العلقه ايه كل ما الجو حر اليورين بيقل لان انا بطلع المية في صورة سويت عرق لو انت عرفت ان الاده هرمون بيشتغل على بيقال الكمية المية في اليورين لما زود الاده معنى ان انا زودت الاده يبقى انا قللت كمية الووتر في اليورين طيب معناها ان اليوريا في الكونسنترشن في اليورين بتزيد طبعا ليه لان انا قللت المية في زي التركيز اليورين الفلتريشن ريد في البومانز كبسول انكريز غلو حما نا قللت المية اصلا البلد اسمولاري تانكريز غلو اليورين اسمولاري تانكريز غلو اليورين اسمولاري تانكريز غلو دي دي كريز ودي انكريز يعني انا زاد عندي اليورين طيب معنى ان اليورين زايد يبقى التمبريتشر اللي حواليه اكيد قليلة في البرد بيرفورمد اكتيفتي اكيد قليل لان انا لو بعمل مجهودة اطلع المية في صورة سويت عرق حجم المية اللي بشربها اكيد كتير حشان كده قاعدة اعمل اليورين كتير يبقى تبقى ايه لو لو لار ويتشوف زفولونج ربريزنت الامونت و بلود بيجهود احتنا فى دي يا وان في الوان دقيقة تول وان في الوان منتت و الساعة لان اربعة و عشرين 2 كدنص طيب نحلها دي تاني معلش كده طلع بطنا فيها طيب احنا قلنا في دية 1.2 ل 1.3 طيب عندي ساعة الساعة فيها كم دية 60 منت هنعمل باي هتطلع في حدود نطهل على 23 في التهاب في النفر لما فحصنا اليورين سامبل لاينا مفيش ولا بلد ولا بروتين يبقى الانفلاميشن ده حصل فين في الجورميريولاس لا اكيد حصل في النفر لان انا ولا لقيت بلد ولا بروتين يعني فيش مشكلة في الجورميريولاس اصلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر